أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعفا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الجلوم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لنبي الجلوم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله باسع عليم وقال لهم نبي جلوم إن آية ملكه أن يعتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إما في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم